لو كان ابنك مثلا او اختك او بنتك او اخوك وانت بايدك انك فورا تاخده على الدكتور تستنى يعني عشرة ايام لا يطيب ورد في مجال نمسكك نرجيك للجمهور نرجي الجمهور شو مده نشتغل معاك اه هذا ليش هطغل فيه بس تعمل قال شو مسكتو استاذ اه مات لك شو مسكتو اه مات اي شو عم تصارعو انت شو عم تصارعو اللي نفكرو خصم اقدم منك تعمسكو هيك وتكسر له اضلاعو لك مو حرام عليك يبدأ حريشا شايفين قديش دايقتو لورد انا مشانكم اما لو لو طير مثلا تفريخ ما بتفرق معي انا هذا غلط اني امسكو السلام عليكم يا طيكم عافية بايبي راح افوت بالموضوع على طول اجتني رسالة على اليوتيوب تحسنوا تشوفوه انتو كمان من شب عم بيقلي انو عنده طير وعنده فطريات هذا الطير فمسك الطير من شان ينظف له الفطريات بالوصفة اللي انا حكيتها قبل هالمرة ففجأة الطير انعصر بايده وصار في مشكة كان حيموت الطير طيب انا خليني بدي فهمكن علي القصة لانه كذا حدا صار بنفس الموضوع حاكي بنفس الموضوع حاكي بنفس القصة عم بتصير نفس الخطأ دائما دائما عم يتكرر الخطأ عم بيكون انو انت يا حبيبي يا روحي لما بتجي بتمسك عصفور انت في عنده غلطة كتير كبيرة اللي هي انت عم تمسكو خايف منو انت عم تمسك العصفور انت خايف منو هذا كتير غلط كبير كتير كتير شباب وكتير صبايا لا سيقول الصبايا ما حدا حاكاني من الصبايا وقال لي انو صارت معهن هاي المشكلة ولكن اغلبيتهم عم بيكونوا الشباب للأسف او مش شباب يعني اليافعين الشباب تقريبا يعني لا والله حتى اليافعين يعني انا بتذكر في حدا في حدا كان عنده كوكتيل وكان بيلعب حديد ام راح الدب عمله هيك عصره راح موته ماتت بييده كان الطير باسناءه فبدي يقلكن انو ديلوا بالكم من هاي القصة يا جماعة انتو عم تتعاملوا بالنهاية مع طائر مع طائر هالأدو هالأدو روحه صغيرة كتير ما بيصير انت تيجي تمسكو لما بدك تسبتو تيجي تمسكو تسبتو مشان ما يعضك تقوم تموتو هذا غلط ما بيصير حرام عليك ما بيجوز هذا الكلام الطير لما بتمسكو يا جماعة يعني حتى اذا كان وحشي اذا كان طائر ببغاء كبير وحشي انا لما ممسكو بمسكر له من آروم وفوقه من تحت بشام ما يعضني وباخد راحتي بمعالجته او بخلي حدا يساعدني اثناء علاجه انا بحب انه مثلا اذا بدي مثلا امسك طير امسكو انا بطريقة حرفية احترافية ومسكو لابني للطير حتى هو بيمسكو انا مثلا مزبط له اضافيره هو بيمسكو انا بسعيله من آروم هو بيمسكو انا بعمله اذا في عنده اي مرضى مثلا مرضان او هيكي سواء فطريات او هيك يعني انه عالجه انا الشغلة يمكن شفته الفيديو طبع طيرة الكناري اللي عالاني فيها بيضة البيضة كيف انا كنت ماسكها بايد واحدة ومخلي ابني يصور وانا ماسك وكيف دهنت الزيت وطالعك وما دايقتها وما يعني الحمد لله ما خليتها انه تنزعج ولا تموت ولا تعمل ولا تحس بي اي مدايقة فانت حبيب قلبي عيوني يلي بدك تمسك الطير مشانه تقصه او تقلم اضافيره او تعمل اي شي كتير بدك تكون ايدك رحيمة عليه كتير يعني برجع بقالكم القصة كانت قصة تخوف انا متأكد انه العالم اللي عم تموته طيور بايده او عم تعمله كسور باعضاءها او باحشاءها او بالافس الصدري تبعها هذا كله عم بيكون نتيجة خوف او نتيجة عدم ياس القوة تبع الضغط تبع ايدك انت بيكفي انك تمسك الطير بايدك متل ما بتمسك التفاحة بس شي انك تهدي تهداية يعني القصة والله ما العظيم ما بدا ما بدا كلها هالقوة لا انك تزعج الطير ولا انك تدايقه لانه بتبعتلي خبار فورا مثل هذا الشاب بتبعتلي خبار استاذ بازي اني الطير حيموت الطير كذا قمشته وعصيته طيب يا حبيبي انت مين قالك هيك تمسكه ومين قالك هيك تعامله ومين قالك تضغطه بهاي القوة لأ ويبعتلك كمان هدولي السمايل اللي عم يبكي واللي يلي السمايل فايس اللي عم يبكي يعني يعني اساس انت قطعتلي قلبي لا والله خليتني ادايق منك اليك يعني انك انت كيفيك بتتصرف ما بيصير تتصرف هذا بالنهاية طائر صغير ده الشهر سماعة تنزع التسجيل هذا بالنهاية طائر صغير ما بيصير انك تدايقه متل ما حكيت انا بتمسكه بكل رياحة ورد في مجال نمسكك نرجيك للجمهور نرجي الجمهور شو مدى نشتغل معاك هذا اللي شاطر فيه بس تعمل تا طلا تا 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 خلص هاي هيك الطير المساك بكل رياحة منقارو تخليه بهذا الشكل شوين الكاميرا من هاي أنا ماسكو هيك بهذا الشكل يا أخي جيب نكاشة أدان وبكل رياحة عالجده انت شوف شو بدك تعالج شو عنده مثلا شغلات شو عنده فطريات على منقارو فيك تعالجه بكل رياحة بهاي المسكة بتمسكو برياحة حتى بدك تقصله أضافيره وتقصله يوهم كمان بكل رياحة يعني ما بده اتنين يحكوا فيي القصة ومسكو بكل رياحة هي وعالجه بتاع شايفين قديش دايقتو لورد أنا مشانكون أما لو طير مثلا تفريخ ما بتفرق معي أنا هذا غلط اني يمسكو تمام ولكن أنا هي ماسكو وفيني يكون بإيدي التاني نكاشة أدان حطها بالوصفة اللي قتلكون عليها وعالجوا عادي حقك علينا حقك علينا مع اللي لا تأخذنا هلأ زعيل هلأ راحت لها يومين ثلاثة حردة بيني وبينو فإذا مثل ما شفتو بمسكو بكل رياحة للطير بإيد واحدة وأنت عندك نكاشة الأدان بتجيب نكاشة الأدان بتغطى بالمحلولة اللي قتلك عليه أنا وبتدهن بقى من آره وبتدهنه عينه إلى آخره أما إذا رجليه فأنت بس شغلتك أنك تمسكو من فوق وتغطس له تغطيس رجليه بس تغطس له تغطيس رجليه ما بدك أكتر من هيك عرفته كيف فبتمنى أنه ما بقى حدا يبعتلي على هيك قصاص بتزعج بصراحة بتزعج أنك أنت الطائر يكون بإيدك وتموته لأنه حرام ما بيجوز بالنهاية هذا طائر يعني لا له لا حوله ولا قوة وبدك تنتبه كمان على الضغط تبع إيدك ضغط إيدك ما بدك تكمش وتكبس بعزم تهدي تهدايه برجع بإلك مثل اللي كان اشتفاحة بإيده بس شيء إنك شو ماسكه تمام؟ بس شيء إنك هيك تمسك وتعالج أنت بكل أرياحية وما تموته للطير لأنه برجع بإلك هاي روح ما بيجوز التعامل إلا بكل لطف أول ما تشوف طيرك في عليه أي علامات من علامات المرض أو يا جماعة أول ما بتشوفه الطير كون صار في عنده علامة من علامات المرض فورا عاجوا لا تستنى لحتى تقول لحالك يلا اليوم بعد بعد لا تنزعه بعد بعد لا تستنى تقول لحالك بيطيب لحاله أو ما بيطيب لحاله لا فورا بلش بالعلاج فورا بلش بالعلاج بتبلش دغري بالعلاج بتلحقوا للطير بعض الأشخاص كانوا عم يبعتولي مثلا أنه طيروا مريض وهيك فأنا بحب أني أسأل أنه أدي أصل له مريض فبيقولوا لي مثلا أسبوع أو عشرة أيام طب حرام أسبوع أو عشرة أيام يعني أنت إذا كان بتقدر أنك تعالج الطير بين أول يومين وتكسب الوقت ليش عم تنتظر ليش هالهمالة هي أنك عم تنتظر هالفترة عشرة أيام أو أسبوع يعني لو كان ابنك مثلا أو أختك أو بنتك أو أخوك وأنت بإيدك أنك فورا تاخدوا على الدكتور تستنى يعني عشرة أيام ليطيب لا أنت فورا فورا عالجوا للطير مو ضروري يا أخي أنا ما كنت فاضي في غيري على اليوتوب فاضي يا أخي تسأل العالم على اليوتوب تسأل الدكتور تسأل طبيب أنه أخي هذا الطير نحنا صار هيك واحد اثنين ثلاثة القصة شو فينا نعطيه شو فينا نساوي كرماله إذا رشح فورا بيعطيك يا أخي مضاط حيوي إذا ما حبيت تمشي على الوصفات اللي أنا بعملها للأعشاب وهيك إذا عنده إسهال برضو بيعطيك دوا لا تستنى الحالة لتتفاقم بس اتفاقمت الحالة شباب صبايا ما عدت تحسين تلحقوا للطير يعني بس يعني هو بس بتى ما عدت أسبوع تقريبا بدون أي علاج بدون ما تعطيه أي شيء بس هيك مدشه على الله يعني ونعمه بالله الطير بدك تموته ما في كلام ما في كلام الطير بدك تموته ما بقى يستجيب العلاج أصلا إلو فأنت لازم فورا مثل ما حكيت أول ما بتشوف طيرة يعني نفش أو عطى من علامات علامة من علامات المرض فورا الداوي هاي أنا وصيحتي لكم ونصيحتي لكم يا شباب ويا صبايا أصفور ضعيف لا له لا حول ولا قوة لازم تراعي ربنا فيه وانتي عم تعالجه على أساس لازم تكون إيدك خفيفة عليه انتبه تضغط بقوتك تكسر له أضلاعه من نهاية الفيديو ما تنسونا من الدعم كونوا اللايك وشير تحياتي للجميع السلام عليكم شكرا شكرا